مثال فول نهار ده هنتكلم عن عنبه وكسباره طبعا اللي ما يعرفهمش هيفتكر ان انا افوت بلوجر لا انا بتكلم عن عنبه وكسباره المغنيين اللي بيعملوا اغاني مهرجانات وفي نفس الوقت هم دلوقتي ممثلين ممثلين لانه عاملوا اكتر من عمل مع العدل الجروب ومع ومع ناس قوية جدا وطرق الجنيني منتجين تقال اوى جماعة الناس دي مهوبة ولا لا الناس دي هل هي جد كده بالصدفة ولا لا نظرا انه الموضوع هما ما طلعوش في عمل واحد دول طلعين في عمل واثنين وثلاثة بالنسبة لي اللي اتنين مش هقولك ما فيهمش اختلاف ولكن اللي اتنين بيلعبوا على فكرة واحدة وهي انه مش هقول فاشل ولكن عدم نجاح الممثلين الاصليين انه يعملوا دور حد من منطقة شعبية بس حقيقي مش كل الممثلين عشان يكون صريح في ناس عملت ادوار قوية جدا ولكن عنبة وكسبرة عملوا الدور ده بتلقائية ما ممثلوش في نوعية مخرجين تحديدا كده اول ما تدخل قدام الكاميرا يقولك ايه انسى ان في كاميرا وما تمثلش خليك على طبيعتك هو عايزك انت مش عايزك تخش في شخصية تانية مفيش تقمص مفيش تمثيل انت بس لو انت مش راهي بالكاميرا خلاص ما عندكش راهي بالكاميرا اشطى هتعدي وده اللي حصل مع كسبرة وعنبة الفكرة مثلا في فيلم الحريفة فيلم الحريفة بالنسبة لي على فكرة من الافلام الطفرة من الافلام الجميلة جدا النستالجيا اللي تحسسك كده بجو اوقات فراغة على فكرة يعني بدايته كده او نجاحه بمعنى اصح لكن هل هنسوق فيها هيعمله جزء تاني ده اللي اسمعته الجزء التاني انا بقول لكم من دلوقتي يعني لازم يكون في فكرة مترقعة فكرة ايه بقى يكون طبعا بدعم قوي جدا جدا ان هو يوصل انه مسلا الناس دي ممكن كأنها راحت مسلا اسبانيا عايز ترعب في ريا المدريد وتنصب عليها فبتقابل لعيبة من ريا المدريد او لازم يكون فيه اي حاجة كاتشي قوي عشان الفيلم ينجح تاني لكن لو عملناها بنفس الطريقة بنفس السيستم مش هينجح انا بقول لكم من دلوقتي مش هينجح النجاح بتاع الجزء الاول دي وجهة نظري في الفيلم يعني لكن عينبة وكسبرة الاتنين قبولهم دمه خفيف على الكاميرا عندهم قبول حلو لزيز على الكاميرا بس ما تقدرش تطلب من واحد مثلا يعمل دور طالب وبقى دكتور وبعد كده الايام ضمرته وحبه واحدة وثابته وفيه مفعالات وفيه تمثيل مش هيديك حاجة انا يمكن يديلك ما عرفش ولكن بالله انا بشوفه هما مش طهد سوقي هما مش عصام عمر هما مش يعني هما مش الناس دي مش مش الفئة اللي هي الممثلين بجد هما مش ممثلين هما بيعملوا ادوار بطبيعية جدا وده سبب نجاحهم تتفق تختلف تحب ما تحبش دمهم خفيف دمهم تقيل دمهم خفيف ده وده اللي بقولك عليه هو ده القبول بخلاف ده لأ انا وجهة نظري هما لو فضلوا كده الناس هتستعين بيهم او المخرجين هيستعين بيهم في بعض من الادوار دي وعلى فكرة كسبرة طالع في مسلسل محمد امام الجديد فيه ناس تقولك والله حرام والمفروض انه انه فيه ناس بتمثل ودارسة تمثيل المفروض يكون لها فرصة عن كده انا ده بقى مش بتاعتي مش بتاعتي دي ارزاق بتاعت ربنا وممكن واحد يسعى ومفيش حاجة تحصل فدي وجهة نظري في عنبة وكسبرة امم اقولوا انتوا اي رأيكم في الموضوع ده هل فعلا امم هم ممثلين ولا هم مؤدين بشكل دمه خفيف وهل هيستمروا ولا لا ده لكن عندي نهاردة اشوفكم بيديو بديد سلي